السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم معلمة غداء المصري مدرسة زهرة الأشرفية الخاصة حسنا اليوم مع الصف السادس ومادة التاريخ في هذا الفيديو يا سادس عندي درسين أنا دمجت درسين الدرس الثاني اللي هو حضارات اليمن القديم اللي هو بيشمل الدرس من ضمن هاي الحضارات والممالك اللي قامت على أرض اليمن مملكة سبا ومملكة حمير فأنا ضفتهم ودمجتهم مع الدرس الثاني مثلا عندي الدرس الثاني والثالث مدمجين مع بعض في فيديو واحد وكذلك ملخصا رح يوصلك نفس الشي الدرسين مع بعض هلا بداية نحكي عن حضارات اليمن القديم طبعا بلاد اليمن هي تقع في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية يعني السعودية جنوب غرب السعودية حاليا احنا معرفها باسم السعودية تمام؟ اذا بلاد اليمن تقع في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية هلا العوامل اللي ساعدت على قيام حضارة متطورة في بلاد اليمن موقعها الجغرافي المتميز حيث انها هي بتشرف على مضيق باب المندب وبحر العرب وخليج عدن اذا في عندي بحار محيطة فيها ومسطحات مائية اذا موقعها الجغرافي ادى الى استقرار الحضارات فيها كمان بما انها هي تقع على مضيق باب المندب يعني حركة تجارة وبحر العرب وخليج عدن فاذا عندي فيه نشاط تجاري بري وبحري بالاضافة الى انه ارض اليمن كانت ارض خصبة تميزة بخصوبة تربتها وكان فيه عندي امطار موسمية تغطل على ارض اليمن هلأ اسم اليمن جاء من اليمن والبركة جاءت تسمية اليمن من اليمن والبركة هلأ في عندي كمان اسمين اطلقوهم على اليمن هلأ اليونان والرومان اطلقوا على اليمن قديما اسم بلاد العرب السعيدة سكانها من العرب العرب نفسهم اطلقوا على اليمن باسم اليمن الاخضر او بلاد العرب العطرية شو السبب؟ إن كانت هذه الحضارة لها ازدهار وعندها تطور في النواحي التجارية وتنوع في المنتجات الزراعية إذن اليونان والرومان أطلقوا عليهم اسم بلاد العرب السعيدة أما العرب نفسهم أطلقوا عليها اسم اليمن الأخضر أو بلاد العرب العطرية وجاءت تسمية اليمن من اليوم والبركة لما فيها من خيرات الآن بدنا نحكي عن الحضارات اللي قامت على أرض اليمن حطيناهم أربع حضارات طبعا هنا عدد الحضارات أكثر من هيك بس بكتابنا حطيناكم أربع حضارات حضارة معين وعاصمتها قرناو حضارة قتبان وعاصمتها تمنع وحضارة سبأ وعاصمتها صرواح وحضارة حمير وعاصمتها ذفار مملكة معين ننبلش نحكي بملكة معين طبعا مملكة معين عفوا كان نظام الحكم فيها ملكي وراثي مملكة يعني ملكي وراثي ويساعد الملك طبعا مجلس استشاري المعلومات اللي وردت عنا عن معين هي قليلة من المعلومات هاي إنهم تكلموا اللغة العربية اليابانية القديمة واستعملوا خط المسند في كتاباتهم كما إنهم عملوا في الزراعة والتجارة والرعي يعني أساء المظاهر الاقتصادية لهم زراعة وتجارة ورعي وأسباب انهيار مملكة معين إنه ضعف الحكام في نهاية الحكم ضعف الحكام فهذا أدى إلى إنه مملكة سبق تستولي على مملكة معين إذن توسعت على دور مملكة معين بهيك بيكون انتهى درسنا الثاني والآن بدي أبدأ معكم بالدرس الثالث اللي هو بيحكي لنا عن مملكة سبق وهي إحدى زي ما حكينا إحدى حضارات اليمن القديم حكينا عن معين الآن بدنا نتحكي عن سبق وحمير في الدرس الثالث مملكة سبق نشأت هاي المملكة قامت سبق جنوب غرب مملكة معين يعني وان مملكة معين هي جنوب غربها واتسعت حدودها بعد أنها منتمكنت من السيطرة على معظم مناطق اليمن إذن سبق سيطرت على معظم مناطق اليمن وامتد نفوذها إلى شمال الحجاز طبعا عاصمة سبق كانت سرواح طيب يا سادس إذن حكينا أن عاصمة سبق هي سرواح قلنا أن سبق سيطرت على معظم مناطق اليمن العاصمة الأولى قلنا كانت سرواح ثم انتقلت العاصمة إلى مدينة مأرب طبعا مملكة سبق مرت بدورين هامين من الناحية السياسية الدور الأول هو كان يطلق عليه المكارب كان يطلق عليه اسم المكارب والمكرب هو يعني الحاكم وهو زعيم الحلف القبلي زعيم الحلف القبلي إذن المكارب تلقب فيها الحاكم ولقب مكرب وهو زعيم الحلف القبلي أما الدور السياسي الثاني هو الملوك وكان الحاكم يلقد نفسه بملك سبا طبعاً إنه مجلس يساعده في الحكم ويقدم له المشورة زي ما حكينا في مملكة معين الآن بدنا نحكي عن الحياة الاقتصادية في مملكة سبا بدايةً عندي الزراعة التجارة وبدنا نحكي عن الزراعة إنها عرفة سباقيون الزراعة بسبب زي ما حكينا من عوام الاستقرار خصوبة التربة وتوافر المية فقاموا على تطوير الزراعة من خلال ممارسات هندسة الراي وبناء العديد من السدود وأهمها ساد مأرب أما التجارة قلنا بسبب موقعها على باب المندب وبحر العرب وخليج عدن فكان هذا الموقع متميز حيث أنه كان يطلع على الطرق التجارية وكان عندنا متوافر المنتجات وأهم المنتجات اللي تاجروا فيها السباقيون البخور العطور اللبان وتوسعت تجارتهم حتى شملة جزء كبير من سواحل اليمن إيش هو اللبان؟ هو عبارة عن مادة سمغية يستخرجوها من شجر اللبان طبعاً هاي الشجرة كانت تنبط في جنوب شبيل الجزيرة العربية وكانوا يستخدموها كأحد أنواع الطيب لأنه كراحته كانت طيبة بالإضافة أنه كان عندنا اعتقاد سائد عندهم أنه هذا اللبان يقدم لكسب رضا الآلهة يعني كانوا يقدموه كقربان للآلهة حتى أنهم يكسبوا رضاهم ويحققوا أمانيهم كما أن السبائيون حكي أنهم عرفوا هندسة الري وبرعوا في الهندسة كمان المعمارية والدليل عن ذلك وجود المعابد اللي بنوها الآن نحكي عن اللغة والكتابة عند السبائيون وكانت اللغة هي اللغة السبائية وهي فرع أو لهجة من اللغة العربية القديمة وكمان أنهم استخدموا الخط المسند في الكتابة لجميع دول عرب جنوب شبه الجزيرة العربية الآن ننتقل للمملكة الأخيرة هي مملكة حمير التبابعة أول شي نحكي عنها النشأة قامت مملكة حمير في اليمن وكانت عاصمتها الأولى ظفار وصار في عنا صراع بين سبائ وحمير هولا نركز يا سادس إحنا حكينا أن مملكة سبائ سيطرت على معظم أراضي اليمن الآن إجل لأقوى من سبائ وتمكنت مملكة حمير من إنهاء مملكة سبائ وصارت معظم المناطق التابعة للسبائ هي تابعة لحمير وسيطرت دولة حمير على معظم المناطق التابعة للسبائ ومعظم مناطق اليمن أهم المظاهر الحضارية لمملكة حمير ازدهار النشاط التجاري ازدهار الزراعة وبناء القصور منها قصر ومدان إذن عندي ازدهار النشاط التجاري وكان في عندي ازدهار للتجارة بناء للتجارة نستكمل يا سابع إذن حكينا المظاهر الحضارية لمملكة حمير ازدهار النشاط التجاري ازدهار الزراعة وبناء القصور منها قصر ومدان وعندي سق العملة يعني إنه عنا حميريين مضربوا عملة باسمهم وهي النقود وكانت من نقود ذهبية وفضية نتحدث الآن عن انهيار هذه المملكة شو أسباب انهيار مملكة حمير بعد أنها سيطرت على أراضي اليمن وتمكنت من هزم سبب طبعاً مرت المملكة بعدة تحديات أول تحدي إلها كان الحملة الرومانية على الجزيرة العربية وكان الرومان بحاولوا أنهم يستولوا على الطريق التجاري الباري غير أن الحملة فشت بسبب طبيعة تداريس اليمن كمان عندي دخول زعماء القبائل في صراعات ضد بعضهم يعني كان في عندي حالة زلزلة داخلية وحروب داخلية كمان الصراع بين الديانات وآخر شي عندي غزو الأحباش للحميريين طبعاً عوامل ضعف الممالك اليمنية نحكي عن عوامل ضعف الممالك اليمنية كلها بداية نتعرف الرومان إلى الطرق التجارية اليمنية عرف الرومان شو أسرار طرقهم التجارية وأسرار ملاحتهم على البحر الأحمر والمحيط الهندي وهذا أدى إلى تراجع تجارة لديهم وهي كانت أساس ازدهار وقيام هاي الحضارات كمان عنا القبائل اللي البدوية بدأت تطمع وترغب في السيطرة على موارد اليمن بهيك بيكون انتهى درسنا لليوم احنا برجع بذكر انه دمجنا درسين مع بعضهم وان شاء الله سأحدد واجب على جروب الواتسوب يحسب للشهر الثالث وألقاكم ان شاء الله في فيديو مقبل لمادة التاريخ على خير اشتركوا في القناة